تعد القناطر الخيرية من أهم المقاصد السياحية بمصر خاصة في أيام الأعياد والمناسبات وتشكل القناطر الخيرية جزءا هاما من ذكريات المصريين حيث تعتبر المتنزه الأبرز والأهم بالنسبة لهم في الأعياد مع ساعات الصباح تستقبل حضائق ومتنزهات القناطر الخيرية زائرين للاحتفال بعيد الأطحى المبارك من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة حيث تم الانتهاء من تجهيز الحضائق العامة بالمدينة ومن بينها حضيقة لؤلؤة الشرق أو عفلة سابقا والتي شهدت أعمال تطوير خلال الفترة الماضية بدأت الأسر والعائلات تتوافد على الحضائق للاحتفال بالعيد يمكننا بدأنا من فترة كالمعتاد في فترة الأعياد بنكسف أعمال النظافة والصيانة والتجهيزات وصيانة كافة مرافق الحضائق والحضائق الموجودة هنا نحن هنا عندنا في القناطر الخيرية حوالي عشر حضائق مفتوحة للزائرين الفرحة والسعادة ارتسمت على وجوه الصغار والكبار فبينما يلهو الأطفال ويلعبون يستمتعوا الأباء بالأجواء الجميلة بالحضيقة ويتذكرون أجمل ذكريات مع حضائق القناطر الخيرية أهو جاي من يمبسط كلنا الحمد لله يعني من ضغط الشغل وكده والحمد لله دنيا حلو يعني أنا بقول لهم يعني أحلى مدينة واحتفال في حياتي يعني أنا أول مرة روح على اسم ياسين من هذه الكاهرة يعني منتع بجد جميلة أوي 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 أجد أستمتع ويعني ألعب مع أخويا وقريبي أستمتع هنا بالجمال ده منتع جميلة أو بصراحة أول مرة جاي أول رحلة هي دي وتتميز حضائق القناطر الخيرية بالرحلات النيلية التي تعتبر رحلة شيقة أمام بوابات القناطر وسط نهر النيل دي عندنا لنشات هنا بحرية بنقابل الزبون ونقول لو عايز رحلة بحرية بنفسحك داخل الحوض في رحلة واثنين وثلاثة في رحلة صغيرة دي بالفرد بداخل الحوض بتاخد من وقت مثلا من تلت ساعة لنص ساعة وفي رحلة تانية أكبر منها بخرجة برك كباري خالص بتزول المعالم الخارجية وتشوف بعد نص المعالم اللي هي في القناطر الخيرية القناطر الخيرية تعد من أهم المقاصد السياحية بمصر حيث يطلق عليها عروس القليوبية والدلتا وذلك لتاريخها العريق وجمالها الخلاب حيث ارتبط بها المصريون وشكلت جزءا مهما من ذكرياتهم والذهاب إليها في جميع الأوقات أحمد الحسيني التلفزيون المصرية